في مجموعة أفلام منتظرينها في هذه السنة طيب إيش هي أهمها؟ ومتى مواعيدها الرسمية بالضبط بتاريخ 4 مايو رح ينزل للجزء الثالث من فيلم مارفل غارديانز أوف دا غالكسي وبتاريخ 18 مايو رح ينزل للجزء العاشر من فيلم فاسم دا فيوريوس بمسمى فاسد ايكس وإن شاء الله يكون الأخير وبتاريخ 1 يونيو رح ينزل للجزء الثاني من فيلم الانيميشن سبايدر مان أكروس دا سبايدر فيرس وبتاريخ 8 يونيو رح ينزل للجزء السابع من سلسلة أفلام ترانسفورمرز باسم رايزوف دا بيست وبتاريخ 16 يونيو عندنا ثلاث أفلام الجزء الثاني من فيلم الاكشن لنيتفليكس إكستراكشن وفيلم الرومانسية والكوميديا أسترويد سيتي وفيلم دي سي دا فلاش وبتاريخ 30 يونيو الجزء الخامس من سلسلة أفلام انديانا جونز وبتاريخ 7 يوليو الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب انسي ديس باسم دريد دور وبتاريخ 13 يوليو بنزل للجزء السابع من سلسلة أفلام مشين إيمباسيبل وبتاريخ 20 يوليو أكثر فيلم منتظر فيلم كريستوفر نولان أوبنهايمر وبتاريخ 3 أوغست بنزل للجزء الثاني من فيلم ميك ذات رينش لجيسون ستيثم وبتاريخ 31 أوغست بنزل للجزء الثالث من سلسلة أفلام The Equalizer الممثل دينزيل واشنطن وبتاريخ 8 سبتمبر بنزل للجزء الثاني من فيلم الرعب The Nun وبتاريخ 22 سبتمبر بنزل للجزء الرابع من فيلم الأكشن The Expandables وبتاريخ 6 أكتوبر بنزل فيلم ليوناردو ديكابريو Killers of the Flower Moon وبتاريخ 27 أكتوبر بنزل واحد من أمتع أفلام الرعب Saw X وبتاريخ 3 نوفمبر بنزل للجزء الثاني من الفيلم الأوسكاري Dune وأخيرا بتاريخ 17 نوفمبر بنزل للجزء الخامس من سلسلة أفلام The Hunger Games جميع الأفلام اللي ذكرتها رح تنعرض في السينما مع هذا الجزء الثاني من فيلم Extraction على نتفلكس وفيلم ليوناردو ديكابريو على أبل تيفي لا تنسوا اللايك والفولو واحفظوا المقطع لأنه مرة رح يفيدكم السلام